السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة هيتكلم فيها ان شاء الله عن جانب جديد من باستخدام الكمبيوتر وهي الحقيقة حاجة جميلة وحاجة ظريفة وسهلة في نفس الوقت وممكن توديني الحتة انا مكنتش واخد بالي منها في وتساعدني بشكل كبير قوي في البروجيكت بتاعي اه اللي انا شغال فيه سواء شغال فيه او شغال حتى في اه تطوير ادوية في مصنع ادوية او حاجة زي كده اه او حتى يعني اه بدرس بروتين معين وعاوز افهمه بشكل موسع اه فالطريقة النهاردة اللي هنتكلم عنها اه هتساعده كتير الطريقة او الجانب اللي هنتنول من هذا ان شاء الله هي حاجة اسمها ازاي اتعرف على يعني او الاماكن اه اللي موجودة على البروتين اللي ممكن يرتبط بيها او معين او مركب كيميائي وفي نفس الوقت الاماكن دي هي هيدن يعني مخفية مشفرة كريبتيك يعني مشفرة اه ازاي اتعرف عليها يعني لو نزلت البروتين من البروتين دي تابعينك وشفت الكريستل مش بيحكي كل القصة بتاعت البروتين اه فانا احيانا بتبقى في عندي جوانب في البروتين او اماكن في البروتين مخفية اه ومحتاج ان اتعرف عليها والاماكن المخفية دي ممكن اه تغير فهمي لبروتين بشكل كامل وتساعدني في البروجيكت بتاعي اه اللي بطور فيه دواء معين بيستهدف البروتين ده ولا حاجة اه وتوديني في حتة تانية خالص اه عن طريق انها بتفهمني او بتوريني البروتين بشكل اوضح اه يخليني اه افهم البروتين وقدر اتعمل معاه بشكل اه احسن الاماكن المخفية على البروتين دي اللي بسميها الكريبتيك او هي بالزبط كأنها رسائل مشفرة مكتوبة بالحبر السري على ورقة بيضة وانا باجي معين او بمادة معينة اه امسح بيها الورقة دي علشان تبتدي تظهر لي الرسالة اه بشكل واضح زي ما حضراتكم شايفين كده بالزبط ده اللي انا بعمله في البروتين بيبقى البروتين اللي انا بنزله من البروتين مشفر او احيانا في اماكن مشفرة مش بينة في الكريستل بروح كايب البروتين وعمل له بس مش في المية لأ بعمله اه او بخلط مع المية معين بحيس ان دوت يبتدي يبين لي الاماكن المخفية اللي بسميها كأنني بالزبط بكشف الحبر السري ده او بحط يكشف لي الحاجات المخفية او الرسائل المخفية او الاماكن المخفية في البروتين ففي ايه حاجة ظريفة الحقيقة وحاجة اه يعني في اتعرفني شكله عامل ازاي بتاعه عامل ازاي كل تفصيلة فيه بقدر اشوفها بشكل واضح وقدر اتعامل معاها على حسب البروجيكت التاعي هو عاوز مني ايه بالزبط هلها انا بطور آآ آآ فممكن في الحالة دي الكريبتيك سايتز تكون بعيد خالص عن الاكتف سايتز زي ما هنشوف فيه السلايد اللي جايه. اتقلمنا في حلقة سابقة عن انواع البييندينج سايتز وقلنا ان البييندينج سايتز ممكن تبقى اكتف بايندينج سايتز اا او ممكن تبقى الاكتف بايندينج سايتز دي بتبقى الجيب الاساسي او البييندينج سايتز الاساسي اللي موجود في البروتين وده بيبقى ظاهر وواضح جدا حتى في الكريستل اللي بنزله من البروتين ديتا بنك. هو الجزء الناشط اللي لو مثلا البروتين بتاعي هو عبارة عن انزايم فهو الجزء اللي بيرتبط به يعني هنفترض مثلا ده عبارة عن انزايم فالجزء ده هو ده اللي بيرتبط به عشان يقوم بتكسيره او ان هو يركب في حاجة او يغير في شكله يعني لو كان البروتين ده هو الجزء اللي بيرتبط به علشان يدي معينة فده الجزء الناشط في البروتين وده بيبقى واضح جدا وحتى بيبقى باين في مش محتاج ان انا يعني اتعرف عليه او اعمل حاجة عشان اتعرف عليه هو واضح ودايما حتى لما بنزل بلاقي ده بيبقى مع يعني هو جواء ده اه ليجند معي يعني لما اتعامل كان جواء خلاص الليجند مرتبط داخل طيب النوع التاني من هي او الجيوب او مناطق الارتباط الجانبية يعني جانبي طيب المناطق الجانبية دي احيانا بتبقى واضحة واحيانا بتبقى او هيدن يعني مخفية طيب برضو اتكلمنا عن وظيفة اتفقنا ان هي اه هي مش اكتف طبعا هي جانبية في منطقة تانية بعيدة عن الاكتف سايت لكن ارتباط او درج بيها ممكن بشكل غير مباشر يقصر في الاكتف سايت يعني ممكن يقفل الاكتف سايت او يخليه يفتح اكتر او يخليه ناشط اكتر على حسب يعني ممكن يعمل اكتيفاشن لو ده انزايم ممكن الالوستيريك يعمل اكتيفاشن الانزايم او يعمل او احيانا يعمل يعكس الاختيفتي خلص رجعوا الحلقة دي وان شاء الله حطوا لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن اللي بتوصف الحلقة اللي بتوصف انواع طيب ايه علاقة الكلام دوت بالهايدروفابيك افكت زي ما حضركم شايفين كده او التأثير الكاره للماء ده بيعرفني على طول او ده اللي بيحدد او الجيوب اللي ممكن تنفع تبقى سواء اكتيف او ليه لان زي ما حضركم شايفين ده البروتين اهو واحنا عارفين دايما البيئة بتاعة البروتين بروتين جوه الخلايا موجود فين في وسط عامل ايه؟ وسط مائي هايدروفالك فاذا كان ده جسم البروتين فكل الاجزاء دي بتبقى برضو هايدروفالك لانها مواجهة لجزيئات الماء مش كده لكن الاجزاء اللي هتبقى مستخبية اللي هتكون مسلا الاكتيف سايت او حتى لو كان دايما هتبقى مستخبية بتبقى عبارة عن جيوب بالمنظر ده او قنوات مستخبية داخل البروتين مستخبية من ايه؟ مستخبية من المية. اه فتي حاجة مهمة قوي لازم تحطها في ذهنك. ان دايما سواء كان اكتيف سايت او هيكون هايدروفالك. اوكي? هنحتاج المعلومة دي بعد شوية في اللي جاية لما نشرح نشرح ازاي احدد الكريبتيك سايتس. طيب ايه علاقة الكلام ده بالكريبتيك سايتس? اه دايما الالوستيريك باينينج سايت مش الاكتف. الاكتف واضح وموجود في الكريستل استراكشرا ومش محتاج حاجة. لكن دايما الالوستيريك باينينج سايت بتبقى هيدن وبتبقى مخفية. يعني انزل كريستل استراكشرا زي ما حضراتكم شايفين كده. اه بلايه الاكتف سايت واضح جدا اهو اللي بالاخضر ده. لكن لو عندي كريبتيك سايت او هيدين سايت او بيبقى مخفية مش موجود في الكريستل استراكشرا مقدرش اشوفه. طب اشوفه ازاي? اشوفه لو عملت ده. ابتدي البروتين يتحرك. تمام? فابتدي اه الاحظ ان هنا في ايه? اه في بوكت جديد او هيدروفابك برضو. و اه ظهر عندي. لما البروتين يتحرك. لك انو هو مكانش ظاهر. طيب حتى لو تحرك وانا الوسط المحيط بالبروتين ده مية برضو ممكن ماخدش بالي منه لو هو بوكت صغير. ففي الحال دي بقى محتاج الحبر او اللي بكشف عن حبر السري. محتاج ان انا اضيف مع المية اه او او مالكيول اه تيجي وتستخبه هنا. طب يطرة دي هتكون ايه? برافو عليكم. مش احنا لسه قلين ان دايما الالوستيريك باينينج سايد ده هيدروفابك. اه فبالتالي دايما اللي هحطه مع المية ده علشان يكشف لي الاماكن الكريبتيك دي هيكون برضو هيدروفابك. اه فيبتدي ييجي يستخبه هو كمان هنا. فالحز على طول ان المكان ده يعتبر اه كريبتيك او هيدن وممكن يكون اقدر ان انا اترجته او استهدفه. زي ما حضركم شايفين كده انا لو جيت واستهدفت المكان ده بمالكيول سما وموليكيول مسلا. اه هلاقي الاكتف سايت ماله افله. اه. فانا لو استهدفت المكان ده اللي هيبقى بالنسبة للبروتين ده هلاقي ان انا عملت انهيبشن لبروتين بطريقة من غير ما استهدف خالص. طيب ايه الميزة اللي ممكن تبقى موجودة في او الميزة الحقيقة اه هي في كلمة واحدة يعني ايه? طب ما كان من البداية او كان من الاسهل ان انا استهدف الاكتف سايت لو اعتبرنا مسلا ان ده ده الانزايم او ده الريسابتور. اه وده بتاعه الجزء الناشط او مكان الارتباط الناشط وده او ده وده اه معظم او ده بشتغل على ريسابتور معين او على انزايم معين عشان توقف نشاطه هي بتستهدف في الحقيقة اه الاكتف سايت. علشان اه تمنع ان هو يرتبط وبالتالي خلاص توقف نشاط الانزايم. لكن في اه معظم الحالات دي بيبقى لها سايت افكس. ليه? لان الاكتف سايت دوت اللي موجود على البروتين ده فيه زيه موجود في انزايمز دانية. اه انا مش بستهدفها في الحقيقة. ولو استهدفتها بيديني ادرس افكت بيديني سايت افكس بالدراج ده ويديني تأثير سام للدراج ده. لان انا عاوز اه في الدراج بتاعي الدراج المثالي دايما لما بنتكلم على الدراج المثالي لازم يكون من احد المميزات فيه. غير طبعا انه هو يكون بيمتص بشكل جيد وبيتوزع في الجسم بشكل جيد ان هو كمان يكون يعني ايه يعني يصيب الهدف بتاعه بدقة علشان ما يسببش اضرار جانبية او ما يستهدفش اماكن جانبية او 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 تانية فتديني اه ده بيكون احيانا زي ما قلته حضراتكم عيب في ان بيبقى فيه مشابه لي فيه بروتينات تانية انا مش عاوز استهدفها. طب ناخد مثال ناخد مثال زي الكوكس انزايم. كوكس انزايم عندي فيه منه اه اللي هو السايكل اوكسجينيز انزايم. فيه منه السايكل او او والكوكس دو. الكوكس وان ده موجود في كل الخلايا وموجود في اماكن حيوية جدا في جسم الانسان زي الكيدني استهداف الكوكس وان او تثبيط الكوكس وان بيعمل مشاكل كتيرة جدا ومشاكل في الكيدني واحيانا بيعمل كيدني طيب الكوكس تو لا الكوكس تو دوت بيظهر في اماكن محددة وفي حالات محددة في حالات الانفلاميشن فلما اجي ابص وقارن بتاع الكوكس وان والكوكس تو هلاقي ان بتاع الكوكس وان والكوكس تو زي بعض بالزبط. اه فبالتالي استهداف في الحال دي مش هيديني لو صممت درج بيستهدف بتاع الكوكس وان او بتاع الكوكس تو بالضرورة هيستهدف هو كمان اه بتاع الكوكس وان وبالتالي استهداف الكوكس وان هيديني اه انا في غنى عنها ومعظم المسكنات هي في الحقيقة ودايما من الدكاترة بيحذرونا من استخدام المسكنات لهذا السبب. ان هي بتبقى وحتى لو في حاجات نزلة في السوق منها اه سيليكتف بتبقاش يعني مية في المية سيليكتف بتبقى لها سيليكتفتي وبرضو بتأثر على اه بتأثر على الانزيمين او الكوكس وان والكوكس تو. طيب ايه الميزة بقى في الكريبتيك الكريبتيك سايت. وعلى فكرة برضو بالمناسبة القصة دي برضو بتبقى في مجموعة كده كبيرة من الانزيمز اسمها الكاينيز انزيمز ودايما الكاينيز دي بتبقى هدف جميل جدا للناس او الشركات اللي شغالة على التطوير متضاد للسرطان. لو حضرت كده بصيت على ادوية السرطان الحديثة كمان منها هتلاقيها دايما بتستهدف نوع من انواع الكاينيز. لان الكاينيز دي هي انزيمات ناشطة وبتبقى ناشطة اكتر في الاورام فاستهدافها بيبقى اه حاجة جميلة اوي وهدف اه مثير للناس اللي بتطور او اللي شغالة في تطوير الوئي للسرطان. نفس الفكرة برضو بتظهر في الحالة دي ان استهداف الاكتف سايت زي الكاينيز ما هو موجود في السرطان او في خلايا السرطان هو موجود في خلايا تانية وبيقوم بوظائف مهمة. فاستهداف الاكتف سايت اللي هو بيبقى متشابه في الكاينيز بتاعة الاورام والكاينيزيس النورمل. اه هيؤدي الى وده بدوره هيؤدي الى طيب. ممكن اطولت في النقطة بس عشانكم تفهموا ان دايما الاكتف سايت او 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 استهداف الاكتف سايت ما بيديش لكن هنا بقى جات ميزة الكريبتك او زي ما حضركم شايفين هنا في اصلا ده او في الانزيم ده انزيم ده وتقدي بتاعه لكن في بيبقى حاجة تانية او اه تاني جانبي اه لو استهدفته بمالكيول او بدراج ممكن يقفل برضو الانزيم ويؤدي الى نفس النتيجة لكن الفرق ايه الفرق في لان لو عندي نفس الانزيمين او عندي انزيمين اللي لهم نفس الشكل في الاكتف سايت من الصعب جدا هيكون الكريبتك باينينج سايت برضو لهم نفس الشكل او دايما الكريبتك باينينج سايت بيبقى سبسيفك لكل بروتين كل بروتين عنده الاماكن السرية بتاعته اللي بتبقى مميزة له بس ومش موجودة في بروتينات تانية حتى لو تشابه اه حتى لو تشابه يعني المثال او دربته من شوية بتاع الكوكس وان والكوكس تو اه ممكن ينفع يعني هلاقي مسلا في الكوكس وان او في الكوكس تو بقى مش موجود في الكوكس وان اه وبالتالي لو استهدفته هيبقى عندي اه بالزبط كده ويمكن احنا تكلمنا برضو في حلقة قبل كده اه عن اه بيستهدف نوع من انواع بيعالج او الصدفية هو اصلا مصمم عشان يستهدف او موجود في الكيناس ده وبالتالي كانت من اهم المزايا ليه ان هو وبالتالي مدام هو بتاعته قليلة جدا. ازاي بقى اقدر اتعرف على جهوه بروتين معين باستخدام النمزجة او استخدام الكمبيوتر. اه بعمل تجربة حقيقة هي هي هيديات الايه الطريقة اللي زي ما قلت لحضراتكم اقدر اعمل فيها سيميوليشن اي حاجة انا اا عاوزها. دي حاجة الحاجة التانية بخلي بتاعي يتحرك ودي اهم حاجة. زي ما قلت لحضراتكم في اللي فاتت او القبل اللي فاتت ان دي اه او ما بقدرش اشوفها او اتعرف عليها في او الهيكل او اللي هو الثابت اللي ما بنزله من لكن لما اعمل يبتدي يحصل له ويبتدي يتحرك وياخد وضعيات من خلالها اقدر فعلا اه اشوف والله ايه الجيوب تانية اللي مخفية او تانية اللي مخفية اللي ما كانتش واضحة في طيب اللي يساعدني كمان اكتر في القصة دي ان انا اعمل دي اه مش في وجود بقى المياح طبعا عارفين ويمكن شرحت الكلام ده في فيديو سابق ان اه لما اجي اعمل اه بجيب البروتين بتاعي اجهزه ازبط بتاعته وابتدي احطه في دوت او صندوق من ده في طبيعة الحال هيكون مية لان انا بحكي الوضع الطبيعي للايه للبروتين البروتينات سواء او سواء في اغلب الاحوال بيكون في في وسط مائي الا طبعا في ودي حاجة تانية ده بقى موجودة في ودي قصة تانية بس في معظم الاحوال بيبقى البروتين بتاعي حوالي مية فانا بحكي الكلام ده باجيب البروتين بتاعي وابتدي احطه جوة بوكس في مية واخد ده على بعضه وادخله في برنامج زي او 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 وازبط بتاعي والبرامترز بتاعتي زي درجة الحرارة تركيز السولز الضغط الكلام ده كله بزبطه وابتدي اعمل اه اه لوقت محدد مسلا سي خمسين نانو ساكند او مية نانو ساكند وبعد ما يخلص اخد او اللي طلعته ابتدي احلله واشوف الكلام ده طيب الفرق الوحيد اه في التجربة اللي انا عاوز احدد فيها او ان انا وانا بحضر بتاعي اه بضيف عليه جزء صغير من اه او مالكول تاني غير المية وبيكون ده زي ما قلت حضراتكم بيكون ايه بيكون هايدروفابيك ليه بقى هايدروفابيك اه ان اللي انا بكشف عنه الجيوب اللي انا بكشف عنها اللي هي هي لازم تكون ايه اه لازم تكون برضو هايدروفابيك فبالتالي لما احط البروب دوت او ده بتبقى وبتبقى هايدروفابيك وبحطها بسمول كونسنتريشن يعني لا يتخطى خمسة في المية مسلا واحد في المية اتنين في المية تلاتة في المية اكتر حاجة خمسة في المية لان انا زودت على خمسة في المية تركيز الاعلى من كده هيأثر على البروتين نفسه ويديني اه 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 مختلف عن الطبيعي زي ما قلتوا حضرتكم انا بحكي الطبيعي فبالتالي لما اجي احط البروب ده احطه بتركيزات بسيطة علشان من ناحية اشوف والله الاماكن المستخبية دي ومن ناحية تاني مأثرش على بتاع البروتين طيب ايه او ده اللي انا بستخدمه اه زي ما قلتوا حضرتكم هيكون طبعا هايدروفابيك اه ويارد بقى كمان لو كان اروماتيك لانها زي ما قلتوا حضرتكم كمان اه في احيانا في بيبقى عندي اروماتيك ريزيديو زي التريبتوفان وانا الكلام ده برضو في حلقة سابقة زي التايروزين زي الفينايل فدي بيبقى فيها حاجة اسمها اه اه وبتعمل اه نوع معين من فانا لو كمان السولفنت بتاعي ده هايدروفابيك واروماتيك ده يبقى حاجة جميلة قوي فدايما البروبز اللي انا بستخدمها او السولفنت اللي انا بستخدمها ممكن تكون البنزين ممكن يكون الطلوين اه ممكن يكون الفينول بحيس ان انا يكون عندي جزء هايدروفابيك او اروماتيك وجزء كمان اللي هو اه ممكن يكون اه برضو ده بيبقى اه يعني في جزء هايدروفابيك وجزء هايدروفيك اه ممكن يكون ممكن يكون دي اشهر اللي ممكن تستخدم او طيب انت ممكن انت يعني تخترع معين ويكون قريب مسلا من دراك بتاعك لانت بتصممه او حاجة زي كده ويستخدمه بس دي اشهر طيب احسنهم ايه لو انا البروتين بتاعي اا يعني اللي انا الجزء الهيدن اللي انا عاوز اكشف عنه هي عبارة عن قناة او دايما القنوات او في البروتين بتبقى فبالحالة دي يعني يستحسن انا استخدم حاجة زي الطلوين او البنزين لكن لو الجزء اللي انا عاوز اكشف عنه او آه هو حاجة او حاجة يعني قريبة شوية من السطح البروتين لا في الحالة دي هيستحسن او الافضل ان انا استخدم حاجة برضو تكون لها اا هايدروفوبيك كاراكتر وفي نفس الوقت لها برضو سيرتن هايدروفوبيك كاراكتر زي الفينول وزي الانيلين او كمان البيرول اسيتون ده شوية هايدروفوليك الهايدروفليسيتي بتاعته اكتر من الهايدروفوبيستي او الاتنين من تسويين فيعني يعني مش بديه استخدم كتير الا لو كان باين البوكت صغير وفي نفس الوقت فيري فيري يعني. طيب بعد كده بعد ما اخترت المناسب وحضرت بتاعي وحطيت المناسب لزي ما قلت لحضراتكم ما يتعداش خمسة في المية بعمل آآ طيب قد ايه يعني خليك يعني اطول آآ مدة كافية عشان يديك في الاخر تبقى يعني مسلا خمسين نانو ساكند كويس آآ ميت نانو ساكند مور دان انوف حلو قوي. باخد بعد كده على فكرة بسمي التجربة دي اللي بستخدمها آآ علشان احدد بسميها اكت لقيها في الابحاث بتسميها بالاسم لاتبقى عارف هو عملها ليه اسمها واضح ان انا بعمل بس بضيف او بعمل ً تاني خارجي وعرفنا الهدف ايه؟ الهدف ان انا استخدمه يكشف لي عن الاماكن او الكريبتيك المخفية داخل البروتين. باخد التراجكتوري بعد ما انتهى وابتدي اعمله واشوف والله بقى ايه الاماكن اللي حصل فيها آآ يعني آآ للبروب اللي انا استخدمته ده. يعني ايه يعني تم احتجاز دي او حصل فيها ولاول فترة قصيرة. واشوف والله بقى الفترات دي اعمل آآ بلوت كده ما بين الطايم وما بين آآ الاماكن دي بالآآ بالآآ بتاعتها. وابتدي احلل. اشوف والله الاماكن اللي اللي حصل فيها دي آآ فترات قليلة لا دي استبعدها. يعني مسلا عمل آآ مثلا آآ او عمل بايندينج مسلا آآ بيكوساكنز يعني حاجات بسيطة قوي. آآ لأ دي استبعدها. يعني يعني لانها مش تبقى كافية انه يحصل آآ بعد كده. آآ ااخد كده. بعد كده بقى الاماكن او بعد القط اوف ده الاماكن اللي حصل فيها لفترات اطول. طب احددها ازاي زي ما قلت احضر لكم كده. بحضر كده اقول والله. اللي اعلى مسلا من خمسين بيكوساكند او ميت بيكوساكند او خمسميت بيكوساكند. دايما بيقول الكات اوف المناسب لحسب برضو آآ الحاجة بتاعتك. لكن الكات اوف المناسب بيبقى آآ خمسمية بيكوساكند. فنحط هنا خمسمية بيكوساكند. والله الاقل من خمسمية بيكوساكند. ده مش هحطه في الحزبان. اللي اعلى من خمسمية بيكوساكند. آآ دي احطها في الحزبان. وابتدي اشوف والله هي تنفع ولا لأ. آآ فزي ما حضرات شايفين كده البلوت ده. بيقول لي والله يبقى يعني ايه? يعني وقت المكوث. مكوث ايه? آآ وقت البايندينج. ما بين بتاعي. او بتاعي اللي انا استخدمته. داخل البروتين. او على سطح البروتين. من البلوت. آآ اللي انا عملته دوت. آآ او اللي انا عملتها من بتاع الملكرو ديناميك سيموليشن. آآ وتحديد المناسب. ابتدي بقى ارسم زي ماب او خريطة للاماكن الكريبتيك. آآ اللي حصل فيها. او حصل فيها عالي. زي ما قلت حضراتكم او وقت المكوث او وقت ما بين او الجيوب المخفية. او او ده مثال اهو يوري حضراتكم او الترجمة للبلوت دوت. اهو دي اماكن مسلا ايه? حصل فيها او آآ كبير. حلاق ايه ده مسلا ده وده اصلا كان واضح من من البداية. مش محتاج ان انا اتعرف عليه. وبرضو اكيد طبعا هيحصل اكتر حاجة. يعني دايما هيكون هو اكتر حصل فيه عالي للسولفينت. او حصل فيه عالي للسولفينت. فده انا عارفه مش محتاج ان انا عارفه. لكن انا بدور على الاماكن اللي ما كانتش ظهرة في وابتدت تظهر عندي في آآ ديت زي مسلا الجزء ده. الجزء ده لما اجي اشوف هلاقي مقفول مش موجود. لكن مع بلاقي ان اه اثناء او اثناء فيه اجزاء من زي الفينول مسلا او زي البنزين ابتدت آآ تدخل جوه ده وتعط فترة من الزمن. اللي بسمي والفترة دي بتبقى اعلى من خمسمائة بيكو سكت اللي هو القطف اللي انا حددته هنا. آآ فبالتالي اقدر اعتبر ان الجزء ده او ده مخفي مش موجود في وفي نفس الوقت اثناء حصل فيه لبعض جزيئات اللي انا استخدمله. يبقى بالتالي دوت يعتبر حاجة نورتلي اهو معرفيتني حاجة جديدة ما كنتش عارفها في اقدر بقى احدد بتاع المكان ده واستخدمه بقى في آآ لبروجيكت بتاعي وابتدي اشوف والله هو شكله عامل ازاي? واصمم له تقدر تستهدفه وبعد كده اشوف والله برضو الكلام ده جوه الكمبيوتر لسه بدخلت شو ما اعمل? وبعد ما رسمت وحددت وصممت المالكيولوس دي اعمل تاني. واشوف والله لما اللي بترتبط به ده هل هتأثر على ولا لا. آآ لو اثرت يبقى ازا مبروك انت معاك اهو للانزيم ده لو كان ده انزيم. لو ما اثرتش يبقى اشوف والله تاني في عندي واحد تاني هنا في عندي واحد تاني هنا وابتدي اكمل البروجيكت بتاعي. يبقى زي ما حضراتكم شايفين تجربة سهلة بتعتمل عمل بس في نفس الوقت لانا بتعرفني معلومات آآ قيمة عن البروتين ما كانتش باينة في آآ فبالتالي ممكن تنقلني نقلة مختلفة خالص في البروجيكت بتاعي لو انا بدور او انا بعمل تصميم لآآ بس بتكون وبعيدة عن خالص. النهاية اه حابب اشكر حضراتكم على حسن الاستماع. وزي كل مرة بفكر حضراتكم آآ بمنصة او البيج بتاع باي انفرماتيكا اللي بتقدم حدامات باي انفرماتيكس بكافة انواعها. وكمان طبعا من ضمنها احضراتكم طبعا خلاص آآ عرفتوه. فلو آآ او في حاجة زي كده وحابين آآ يعني تتعلموا الطريقة دي ممكن نقدمها لحضراتكم في الكورس مفصل. او آآ حابين تعملوا التجربة نفسها ومش موجود آآ عندك او مش توفر عندك الكافية. ممكن نساعدك في في القصة دي يعني. آآ مرة تانية آآ بشكر حضركم لحسن الاستماع. واشوفكم ان شاء الله في حلقة جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.